كان في جلسة جلسة كن المفروض جمهور نادي الزمالك منتظر النطق بالحكم في الموال اللي احنا دخلنا فيه ومناش دعوة بيه دخلنا في موال مالوش نهاية يعني وسكة المحاكم طويل يعني يعني ايه قواضي كتير وجلسات وتأجيل ويعني حتى الناس كانت تقولك ايه يعني تقولك يوم المحاكم بسنة ليه لاني بيبقى الموضوع يعني بياخد وقت طويل يعني فكان المفروض النهاردة الجلسة هيتحكم فيها اه هيئة المحكمة الموقرة طلبت من اه محامي اتحاد الكورة انه يبعت اه ما يفيد بعدم قيد لعيبة زمالك يعني انت ليه ما يتهمش يعني هل في لايحة عندك بتمنع النازي اللي ما يدفعش فلوس انه ما يقيدش لعيبة كده يعني فاعتقد اتحاد الكورة اه لسه هعرف النهاردة جاب الورقة دي ولا لأ ولكن القضية يعني صدمة الجمهور نادي الزمالك وهي صدمة اقول لكم ليه القضية اتأجلت اسبوع اليوم 19 زي النهاردة يوم الحد الجاي للنطق بالحكم فانا مش سعيد يعني وانا مش مبسوط والموضوع ده يعني اتمنى انه ما ياخدش وقت طويل ليه لان ده موضوع ريادي وانا ما زلت مصر ان ده موضوع ريادي هل الزمالك ينفع يلجأ للفيفا اه او للمحكمة الرياضية ياخد حقه اه برضو الموضوع هيطول يعني ما تفتكرش انك لو لجأت للمحكمة الرياضية الموضوع هيخلص بسرعة لا الموضوع هيطول حلو حلو ده رقم واحد رقم اتنين هل في جهة في مصر وانا هتكلم بدون توضيح انا اسف يعني هل في جهة موجودة في مصر تقدر انها تروح للمحكمة الرياضية الدولية عشان تشتكي في حاجة زي كده ويتحل اتحاد الكورة وممكن كمان النشاط الرياضي في مصر يعرض للاقاف مفيش جهة ولا المستشار مرتضى منصور ولا حتى محمود الخطيب مفيش جهة في مصر ولا في بني ادم في مصر يجرؤ انه يروح يشتكي من الظلم البين اللي موجود في الكورة المصرية اللي عمرها ما هتتقدم مفيش مخلوق يقدر يروح الفيفا ولا يتسمح له انه يروح الفيفا لان لو النشاط الرياضي توقف ده امن قومي يعني ايه شوف فيه كم اسرة بتسترزق من المطشاط والكورة بالالاف بمش عايز اقولك مئات الالاف عشرات الالاف فيه اسرة كتيرة بتسترزق فلو النشاط الرياضي توقف في مصر يعني سنة او سنتين او تلاتة هتكون كرسة على بيوت ناس كتيرة وارزاق ناس كتيرة فالموضوع لما احنا بنجي بنتكلم بنتعصى بغير المسؤول فانا مش لاقي حل والموضوع صعب جدا وللاسف اتحاد الكورة هو اتحاد ضعيف مجلس ادارته ومجلس ادارة ضعيف ما بيتشطرش قل على الزمالك وبيترعب من الاهلي وبيعملوا حساب للاهلي فانا اتمنى ان ناد الزمالك بشكل او باخر يقدر يجيب حقه الفترة اللي جاية واتمنى ان الموضوع يتم حله ويحصل صلح يحصل اي جلسة الزمالك يدفع الفلوس اللي عليه لان كتر العناد وحش وانا برضو عمال افكر فين دور حازم امام يعني اين دور حازم امام فين حازم امام فين مش موجود والناس بتطالب حازم امام رئيسا للزمالك مش لما يجيب لك حقك الاول مش لما يجيب لك حقك تقول رئيسا لنادي الزمالك فيعني انا مش سعيد بحطة القضايا الاداري في الكورة وانا مش سعيد وانا كنت اتمنى ان الموضوع يخلص بشكل معين ولكن ده قدرنا يعني وده قدر جمهور نادي الزمالك النهاردة المشهر موتادة منصور كان ليه تصريحات بعد ما خرج من الجلسة اولا قبل ما ندخل في الكلام بتاع المشهر موتادة منصور يعني عاوز احايل مش شمر طادة منصور انا هنتقده دلوقتي ولكن عاوز احايل مش شمر طادة منصور ان راجل تخطى الواحد وسبعين سنة صاحي بدري نازل بنفسه ما كان ممكن يبعت محامي نازل بنفسه رايح الجلسة المرة اللي فاتت راح المرة دي راح بيحضر بنفسه فاكيد ده شيء يتحسب له لو يعني انا دايما من عدتي اه بقول الوحش وبقول الحلو بقول الوحش وبقول الحلو ما بقولش وحش بس ما بقولش حلو بس فاه راجل يتحسب له ان هو تخطى السبعين او راحده سبعين سنة ونازل بدري لابس ورايح المحكمة بنفسه فدي حاجة تتحسب له طيب تعالوا نشوف التصريحات هي تصريحات غير موفقة من المستشار مرتضى منصور هي تصريحات غير موفقة وتصريحات انا استغربت لها وما عجبتنيش عشان اكون امين معك وخلي بالك مش لازم عشان انتقد المستشار مرتضى منصور اطلع اغلط واطلع اقول له ارحل انا مش هتعامل مع الراجل ده كده يعني انا مش هتعامل مع الراجل ده كده انا هتعامل بانتقاد في حدود الادب والاحترام غير كده حضرتك طلبك مش عندي لو انت عاوز اشتم واعمل واقول يرحل الفاسده ما عنديش الكلام ده مش هيبقى عندي وخاصة مع المستشار مرتضى منصور اللي انا باحترمه وباقودره حتى لو اختلفت معاه زي دلوقتي هختلف وهو معاه فده بس الفارق عشان تبقى انت عارف محمد مصطفى شخصيته عاملة زي المستشار مرتضى منصور بيقولك بحذر الجميع من حدوث كارثة في مباراة سموحة غدا والالترس هيشتم اللعيبة واللعيبة يعني المرة اللي فاتت لما الالترس شتم او الوايت نايز بقى شتم في مطش بلوزداد دول عصابة تبع حسين لبيب والدليل البيان اللي هو نزله بعد المباراة وهؤلاء ليسوا الترس هؤلاء جزء منشق منهم وبمنتهى السهولة ممكن امنع الجماهير من الدخول وامير مرتضى ارفان ومش عاوز يكمل وتعبان والراجل يقرب من النادي لو حد عاوز يقرب من النادي خلونا ناخد الجزء الاولاني المشهر بيتكلم على الجمهور بيقول الجمهور ما يشتمش لعبته الجمهور لازم يعني يقف جنب لعبته انا بختلف مع المشهر مرتضى منصور مفيش حاجة اسمها الجمهور ما يشتمش لعبته لعبة النادي الاهلي ما رجعتش تلعب برجولة وتلعب بشكل كويس غير لما الجمهور شتمهم السنة اللي فاتت والجمهور هاجع عليهم وشفتوا عمل ايه في مجدي افشة وعمل ايه في علي معلول وعمل ايه مش عارف في محمد هاني وجمهور الاهلي ما بيرحمش جمهور الاهلي ما بيرحمش ولعيبة الاهلي خافت ما كانتش عارفة تمشي في الشارع ده اللي انا عاوزه يحصل مع لعيبة الزماني عاوزهم لان لعيبة الزمالك ضل بمرمطه بكرمة النادي الارض ولعيبة الزمالك وانا بقولها مرة واثنين وثلاثة اخشى اني اسطايكز يوما ما هتكلم بقى باللغة العربية اخشى اني اسطايكز يوما ما واجد لعيبة نادي الزمالك مسحه تاريخ مرتضى منصور اللي عمله السنين اللي فاتت ممكن يمسحه تاريخه السنة دي الانجازات اللي عملها والنجاحات اللي عملها اه فيه نجاحات وفيه اخفاقات ولكن النجاحات كانت اكتر انا خايف الجيل ده يضيع يمسح باستيكا اللي عمله مرتضى منصور خلال السنين اللي فاتت فاتمنى المشان مرتضى منصور يضع حد لدعمه الزائد عن الحد ليه لعيبة نادي الزمالك واتمنى يا سنة المستشار تسيب اللعبة للجمهور هو اللي هيقدبهم هو اللي هيعرفهم انهم بيلعبوا في نادي كبير هو اللي هيعرفهم ازاي تسترجل ازاي انت ضيعت خمس بطولات دولي ابتال افريقيا خمس بطولات في شهر ونص ده انت لو بتلعب في دورة يعني دورة ام الخلول الرمضانية ما تضيعش خمس بطولات في شهر ونص فده بس كنت عاوز اقوله المشان مرتضى منصور اللي بيدعم اللعيبة بشكل مستفز شكلي يعني انا لما بسمع التصرحات دي يعني بستفز بصراحة واقف جنبهم بشكل غير طبيعي الجزء الثاني هو بيتكلم على امير مرتضى منصور وبيقول امير مرتضى منصور ارفان وامير مرتضى منصور مداي وامير مرتضى منصور عاوز يمشي ويه الكلام ده كله اولا يعني انا حابب اقول لامير مرتضى منصور يعني لازم مش هتلاقي اللي يمكن لها وردي لازم هتتهاجم ولازم هتتشتم ولازم الناس هتشيت بيك وبعد كده الناس تزعل منك وبعد كده الناس تنتقدك لان ده العمل العام ده العمل العام وبعدين انت زعلان من الجمهور طب ما انت كنت بتشكر في الجمهور اللي من اللي فاته وبتقول الجمهور المدرجة هو ده اللي انا شايفه وانا مش شايف السوشيال ميديا طب ما الجمهور المدرجة هو بيغلط فاتمنى من امير مرتضى منصور انه هو يعني ينسى حتة الجمهور دي مؤقتا ويركز مع الفرقة ويعمل انضباط في الفرقة لان فرقة الزمالك ولعبة الزمالك فكين وغرفة اللبس فكة والمسؤول عن غرفة ملابس نهاية الزمالك هو امير مرتضى منصور هو امير مرتضى منصور فلازم امير مرتضى منصور يزبط الفرقة اكتر من كده لازم امير مرتضى منصور يبين العين الحمراء بالخصومات بالعقوبات لو وصلت لدرجة انك تقعد مع فريرة وتقعد في اكتر من اللعيب لازم يقعد احتياطي في اكتر من اللعيب الفترة اللي جاي لازم يقعد احتياطي لازم ما فيهاش كلام ما فيهاش كلام فحتة الدلع وصل امير بيدلع اللعيبة ومسوشار بيدلع اللعيبة الكلام ده فندم صعب طب تعال امكارم بالاهلي تعال امكارم بالاهلي جمهور الاهلي ماسك مجد افشا ومروقه جمهور الاهلي ماسك مجد افشا ومروقه شتايم 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 لا الخطيب اتدخل ولا سيد عب حفيز اتدخل ولا اي حد ماناش دعوة بيك منك للجمهور منك للجمهور طيب حسين لبيب نزل بيان كعدتوا يعني عنده راجل بتعلوها عربية بيكتب له البيانات تعالوا تشوف حسين لبيب يعني انا مش هقرأ البيان اللي حسين لبيب قاله لان انا لو قريت البيان اللي حسين لبيب قاله هبقى بصغر من نفسي جدا 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 ولكن انا هقف عند السطر الاخير اللي هو قاله هقف عند السطر الاخير اللي حسين لبيب اين حسين لبيب بيقولك ايه في الاخر بقى خالص هو قاعد يهري 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 كتير يعني بيقولك وقريبا باذن الله سوف يتم استعادة النادي من حفنة اختطفته لا طليق به ولا هم اهلا لادارته يعني النادي مخطوف وحسين لبيب هيلبص بيض ويجعل حسين اللبيض وينتشل النادي من الناس اللي هم اختطفوا احب اقولك حسين يا لبيب وهو ليس دفاعا عن مرتضى منصور هو يقدر يدافع عن نفسه كويس ولكن لما مرتضى منصور بيطلع وبيشتم وبيعمل بتزعله بتزعله طيب ازاي النادي مخطوف وتم انتخاب مجلس الادارة من اعضاء الجامعية العمومية ازاي يعني انتخابات حصلت وجي عشرات الالاف ومجلس الادارة نجح يبقى فين النادي مخطوف يبقى فين النادي مخطوف النادي كان مخطوف في عهدك وزي ما مرتضى منصور انت بتقول انه استغنى عن لعيبة ما انت استغنت عن لعيبة ما انت استغنت عن فرجاني سياسي ما انت استغنت عن حسين فصل مجانا ما انت جددت لزيزو وجددت بشرط جزائي اتنين ونص مليون دولار يدفعوا اي نادي خليجي وزيزو كان ماشي لولا ان مرتضى منصور قعد احمد سيد زيزو وجدد له عقده في بداية الموسي والجزيرة اللي حاطت في عقده برضو اتنين ونص مليون دولار والوينش اللي انت حاطت برضو شرط جزائي في عقده وغيره 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 واللعيبة اللي مشت مجانا يا راجل ده انت كنت يعني كل ادوات الاستثمار بتاعك هو شريط الشحاتة اللي على نادي الزمالك اللي على القناة على اقل مرتضى منصور دلوقتي عنده ازمة وعمره ما عمل شريط شحاته عمره ما عمل شريط شحاته جددت الكارتيرون هذا المدرب المتآمر وعملت له عقد خرافي عشان خاطر مرتضى منصور ونادي الزمالك يلبس بقى كارتيرون في الفترة بتاعته فانت لو انت راجل عاوز تحترم نفسك بسيطة او لو انا مكانك عاوز اشوف احترام الناس ليه هات قايمة وبعدين انت منزلتش الانتخابات ليه يعني انا بسألك سؤال انت منزلتش الانتخابات ليه ما تنزل الانتخابات اعمل قايمة اخد معاك اللي انت عاوزه وانزل قصاد مرتضى منصور ولا احنا بنجعجع على مواقع التواصل الاجتماعي والرجل بتاع اللغة العربية اللي بيكتب لك البيانات لا يا حبيبي هات قايمة وانزل الانتخابات ما قدرتش تنزل الانتخابات خلاص تقعد تسكت ومتفتحش بوقك اتعلم من رموز الاهلي اتعلم يا حسين يا لبيب من رموز الاهلي اللي محمود الخطيب نجح واخفق سنتين متتاليتين ما خدش دوري ولا اخد بطولات وبقى يجيب صفاقات بالملايين وتمشي بالملاليم وما حدش من رموز الاهلي دخل قصاد الخطيب ولا قاله انت فاشل ولا قاله انت فين السفقات وانت بتمشي احمد فتحي ومشيت رمضان صبحي وما حفزتش على عبدالله السعيد وشريف اكرامي وما حفزتش مش عارف على حسام عشور محدش قاله كده ليه عشان رموز محترمة رموز الاهلي فانت ورينا كده احترامك لنفسك وهات قايمة وانزل الانتخابات هات قايمة وانزل الانتخابات انما ما تقعدش بق 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 على مواقع التواصل الاجتماعي ما تقعدش بق بق على مواقع التواصل الاجتماعي لا هات قايمة وانزل وتحدى مرتضى منصور وطالب بانتخابات مبكرة رغم ان انا مش لاقي مبرر لانتخابات رئيسية مبكرة ليه انتخابات رئيسية مبكرة ما محمود الخطيب قاعد سنتين مدخل الفرقة بتاعته في الحين وخسران كل الالعاب الجامعية وخسران اتنين دوري وعمال يجيب صفقات ويمشوا يجيب صفقات ويمشوا وولتر بواليا واجييو الشي اللي اياها دي وليه ما حدش طالب الخطيب انه يمشي السنة دي مفيهاش بطولات ماشي خلاص السنة اللي فاتت واللعاب لها انا كنت ماشي كويس السنة دي حصلت رب والله ليس دفاعا عام مرتضى منصور بحلف باللاقل بيتهزلوا سبع سماوات ليس دفاعا عام مرتضى منصور السنة دي مفيهاش بطولات وجنش وجنش زي مصطوحي هو بيقول وجنش اللي انت مشت السنة دي مفهاش بطولات خلاص ليفاربول اللي هو كان بطل الدور الانجليزي ليفاربول المركز الكام في الدور الانجليز دلوقتي منشستر سيتي برضو اللي كان بلس اخر بطل للدور الانجليزي منشستر سيتي المركز الكام دلوقتي ليفاربول اعتقد المركز العاشر ليفاربول المركز العاشر عادي السنة دي الزمالك مش ااخد بطولات ولا في الالعاب الجمعية ولا في كورة القدم خلاص اخفاك سنة عادي جدا لسه فاضل ثلاث سنين للمجلس يمكن السنة الجاية هنجيب صفقات اقوى ونتعلم من الاخطاء او محمد صبحي او برضو الناس بتقول اللي حسين لبيب ماشا وعمل له باند بيع لولا مرتضى منصور برضو رجعه فعادي السنة دي هي سنة كبيسة على جمهور الزماني وانا بقيت هادي بقيت هادي ليه بقيت هادي انا كنت بتدايق على نقطة بالضيع على بطولة بالضيع خلاص كل البطولات ضاعي خلاص السنة دي هنقعد نلعب ونقعد نتسلة ونقعد نعمل ونحفل على الاهلي ومش عارف ايه وخلاص السنة دي يعني انت كنت كويس السنتين اللي فاتوا خلاص السنة دي مش جاية مش ماشية معاك السنة دي سنة كبيسة بتحصل بتحصل ساعة انت اوقات يكون معاك فلوس وتبص تلاقي فترة معاكش فلوس وبعد كده يومين معاك فلوس ويومين معاكش فلوس عادي السنة دي احنا معيناش بطولات مفيش مشكلة احنا خدنا بطولات كلها السنة اللي فاتوا فيا ريت حسين لبيب والله هو شخص غير مرغوب فيه عند جمهور نادي الزمالك اتمنى ما نسمعش صوته تاني واتمنى ما يستطش في الماء العكر اتمنى ما يستطش في الماء العكر لان جمهور نادي الزمالك ااا كارو وجمهور نادي الزمالك مش ناسي اللي حصل في الفترة الكبيسة بتاعته في الفترة الكبيسة بتاعته فده كان بالنسبة لحسين لبيب عاوز بقى اقولك اني نادي الزمالك فيه ازمة مالية اه نادي الزمالك فيه مشكلة في الفلوس اه لعبة الالعاب الجماعية والكرة القدم ما اخدوش مستحقاتهم منذ فترة اه طيب انا بقى اطالب المشاشر مرتادة منصور انه النادي الاهلي مش حسن منك النادي الاهلي مش حسن منك ده النادي الاهلي رعاية بالملايين شوف الشركة الرعية جابت للزمالك رعي واحد بس والموضوع ده هفتحه لكم اليومين الجايين تاني على رأي المستشار تاني يا بيه تاني الشركة الرعية جابت للزمالك رعي واحد بس وجايبة للاهلي لغاية دلوقتي خمس رعاية خلونا بس نفتح الموضوع ده فكروني بيه الفترة اللي جاي فالاهلي عنده خمس رعاة والشركة رعية بتديله ملايين كاش وعنده اعلانات وعنده خمس فروع بيدخلوله مداخيل كبيرة بسم الله ما شاء الله عمل ايه محمود الخطيب من كام شهر لسه من كام شهر عمل ايه عمل قرض ب300 مليون جنيه للاهلي الله طب والفلوس اللي دخلالك دي كلها هو معرفش يصرفها فيه استعزم بس الناس ترفع عرية من اللايك بعد يزنكم يا شباب مش عارف انتم مستخسريني فيها اللايك انا جاب لكم بتاعه وبرضه مش عايزين تعملوا لايك اعمل لكم ايه تاني زعلان منكم فالنادي الاهلي معاه فلوس ورغم كده عمل قرض ب300 مليون جنيه طب ليه نادي الزمالك مايعملش قرض زي الاهلي ها ب300 مليون جنيه ليه والوزير عرض على المستشار قال له اعمل لك كارد زي الاهلي المستشار رفض طب ما تعمل كارد ب300 مليون جنيه وتفك الازمة وتدي اللعيبة مستحقتها وتدي الالعاب الجامعية مستحقتها وعالاقل اللعيبة تبقى واخده فلوسها ومرتاحها وتبقى مركزة لان جزء كبير من تشتت لعيبة نادي الزمالك في الفلوس ما بياخدوش فلوسه طب ما لعبت الاهلي ما بتاخدش فلوسها لعبت الزمالك هم بكده اشحل رصيدي وانا هقولك يا سيدي هي اللعيبة كده هي الطبع بتاعها كده عكس لعبت الاهلي رجالة اه فلوس اتأخرت النهاردة اتأخرت بكرة يعني وانا مش هلاقى اكل هاخدها لما فلوس تخش النادي هاخدها لعبت الزمالك غير لعبت الاهلي لعبت الزمالك لازم تشحن الرصيد عشان خاطر تقولك يا سيدي عادي جت والاتجاه ده عجبني ليه انت كده كده خلاص مفيش بطولات خل المدرب موجود اهو فهم اللعيبة واللعيبة فهمته احتمال والكابتن قسامة نبيه ودي معلومة رغم ان المستشار مش عاوز يتكلم دلاتي في الموضوع ده في احتمالية كبرى ان الكابتن قسامة نبيه هيمشي من الجهاز الفني لنادي الزمالك هو والكابتن احمد عبد المقصود احتمال كبير ان الاتنين يمشوا من الجهاز الفني لنادي الزمالك وفريرا هيجيله محلل اداء ومعد بدني هينضمه للجهاز واحتمال مساعد اجنبي احتمال واحد تالك ييجي مساعد اجنبي وقت امنى نادي الزمالك يجيب معاه مدرب صغير حسين ياسر محمدي احمد عبد المقصود اي حد لسه صغير يتعلم من فريرا وصيف فريرا يخبط لغاية نهاية السنة يسيبه يخبط لغاية معاقده يخلص خلاص خلاص الاتجاه ده هو القوي في نادي الزمالك دلوقتي وبيفكروا فيه بشكل جدي في نادي الزمالك دلوقتي طيب ده بالنسبة لفريرا وده كان قرار مجلس الادارة في اجتماع امس ان هو جدد السقة في فريرا وبيقولك يعني ان الراجل مستمر خلاص يفضل لنهاية السنة كده كده ما فيش بطولات ما فيش انجازات السنة دي خلاص خلي الراجل موجود وخلاص على بال ما مدرب جديد ييجي ويتعرف على الفرقة هيكون الدورة اصلا خلص فهي كده كده ايه خلاص يعني هي كده كده خلصت يعني طيب تعالوا بينا ندخل على بشرة خير من السودان يمكن اخواتنا في السودان بيحبونا واحنا بنحبهم بشكل كبير جدا 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 الزمالك عشان حظه وحش اتغلب بضرب الجزاء اه طبعا الزمالك وحش ويستاهل اللي يجراله ولكن الزمالك اتغلب بضرب الجزاء مشكوك فيها وما تحسبلوش ضرب الجزاء وضرب الجزاء اللي جات علينا قبلها بثواني كان الزمالك مضايع جوه مطش المريخ السوداني والترجل التونس اللي كان في تونس متعدلين سفر سفر والترجل التونسي جاب جون في الدقيقة مش عارف اربعة وتسعين ولا خمسة وتسعين وكسب المطش فاللي احنا عارفناه واللي تم اعلانه في جميع المواقع وجميع الميديا ان الترجل التونسي عمل ا 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 في ثلاث توقفات الترجي التونسي عمل خمس تغييرات معرفش خمسة ولا ثلاثة بس اعتقد خمس يعني الترجي التونسي عمل خمس تغييرات فاربع توقفات يعني عمل تغيير اضافي في موعد غير موعده وده مش موجود في اللايحة بتاعت الدوري ابطال افريقيا فالمريخ السوداني اعترض وبعد شكوى وبيطالب باحتساب نقاط المباراة او باعادة المباراة يام احتساب نقاط المباراة يام اعادة المباراة في اللايحة بتاعت الاتحاد الافريقي مفيش بند بيقول ان لو النادي غير في اربع توقفات مش في تلات توقفات يتعاقب بايه مفيش بند في اللايحة وده فشل من الاتحاد الافريقي اللي احنا متعودين منه على الفشل يعني الاتحاد الافريقي ده تحس ان انت لسه في العصور الوسطى ركب الجمل وعمال معك بتاعه وعمال تضرب الجمل وماشي في الصحراء الاتحاد الافريقي من افشل يعني الاتحادات الاهلية في العالم لدرجة ان هو مش عامل لما نادي يغير في اربع توقفات مش تلاتة يتعاقب بايه فمفيش حاجة في اللايحة ان يتعاقب بيها واكتر ناديين في القرى الافريقية بيتم مجملتهم اكتر ناديين بيتموا مجملتهم وليهم نفوس قوي داخل الكاف الاهلي والترجي التونسي الاهلي والترجي التونسي فاتمنى لاخوتنا في السودان انهم ياخدوا حقهم في المريخ انهم ياخدوا حقهم وياخدوا نقاط المباراة او على اقل تقدير المباراة تتعاد ولكن مش هيحصل كده وانا اتوقع ان السودان او المريخ مش هياخد حقه لان الكاف ما هو الا عصبة وبيخدموا لصالح الاهلي ثم الترجي التونسي اكتر ناديين بيتعمل حسابهم في الكاف واكتر ناديين مشهورين انهم سيئ السمعة في الاتحاد الافريقي ولكن خلونا نشوف الشكوى بتاعة المريخ السوداني هنشوف الشكوى دي مصيرها ايه ونشوف القصة ايه فريرة ايه لعيب ما يكونش في مستوى خلاص يقعد حتى لو زيزوا لازم خلاص ولازم تستعين واحدة واحدة كده بولادك الناشئين لان هم اللي شالوك السنة اللي فاتت والدوك دوري وكاس والتجربة نجحت طب مدام التجربة نجحت ليه مش عاوز يعني تعمل التجربة دي تاني او تعيد التجربة دي تاني الله اعلم انا سعدت جدا بكم